الاستثناء العربي الإسلامي هنطرح سؤال هل الديمقراطية لا تصلح للعربي أو المسلم؟ هذا سؤال عنصري هذا سؤال عنصري اللي بيطرحوه على طول الناس كتير بتطرحه هذا سؤال عنصري غير مقبول العربي والمسلم زي وزي أي إنسان في العالم يصلح للديمقراطية يصلح للحريات يصلح لكل شيء المشكلة في الدولة وفي الثقافة في الدولة وفي الثقافة مش في الإنسان الإنسان هو الإنسان الإنسان الأوروبي في العصور الوسطى ما كانش متوافق مع الديمقراطية لأن كانت دولة دينية دينية وفكر ديني متخلف كان يحكم العصور الوسطى هو نفس المواطن الأوروبي اللي هو نشر النهضة ونشر التنوير ونشر العقلانية ونشر الحكم الرشيد ونشر الديمقراطية هو نفسه نفسه ما كانتش فيه توافق في دوله فيه يبقى يبقى المشكلة في المواطن المشكلة في السيستم في الثقافة ده وعلى فكرة لما جامل الاستعمار الغربي إلى الدول العربية حاول ينقل الفكر الأوروبي الحضاري إلى الدول العربية حاول في مصر على سبيل المثال في مصر كان فيها تجربة سمناها النهضة المصرية النهضة المصرية دي مش أيمة من المصريين الحقيقة نقلها الاستعمار الإنجليزي نقل حاول أولا يبني دولة لن فيش دولة حاول يبني دولة بمؤسسات حاول ينشر الديمقراطية في الفترة دي بقى ما كانش في فرق بين مسلم ومسيحي يعني مثلا لو شفتوا النحاس باشا النحاس باشا رئيس الوزراء كان أكثر إيمانا بالديمقراطية من المسيح مقرم عبيت المسيح مقرم عبيت ده كان منافق وكان بيتكلم عن الشريعة الإسلامية أكتر ولكن النحاس باشا كان أكثر إيمانا بالديمقراطية والدولة المدنية وكان رافض تماما عودة الخلافة وكان مؤمنا بالعلمانية والدين لله والدولة المسيح أكثر من مقرم عبيت المسيح يبني شؤالات مسيح ومسلم مسألة ثقافة الغرب حاول ولكنه فشل بعدما مش الغرب من الشرق الأوسط رجعوا تاني ليه الفكرة دي ليه بقى؟ لأن الإسلام هي بقى هنا بقى هنا أنا بقول المسلم والعربي زي زي أي إنسان في العالم يتوافق مع الديمقراطية كإنسان يتوافق مع الحرية كإنسان لأن خلق الله خلقنا كلنا أحرار متسوونة في الكرامة كلنا كل البشر ولكن الثقافة العربية الإسلامية هنا بقى أنا بتكلم الثقافة العربية الإسلامية غير متوافقة نهائيا لا مع الديمقراطية ولا مع الحريات ولا مع حقوق الإنسان ولا مع حقوق المرأة ولا مع العلمانية ولا مع حقوق النساء ولا مع حقوق غير المسلمين غير متوافقة بالمرة أول حاجة الثقافة العربية الإسلامية هي المشكلة دي أول حاجة العرب والمسلمون لم يعرفوا أساسا الدولة هتصدموا أنه ما يعرفوش الدولة فيش حاجة اسمها دول عربية أو إسلامية ما فيش دول لحد سنة 1924 كانت فيه خلافة أمة إسلامية كانتش فيه دول كانتش فيه دول كلمة مفهوم الدولة ده مفهوم حديث ظهر 1648 هو مفهوم غربي مفهوم غربي وبالتالي الدول العربية والإسلامية لم تعرف الدولة على الإطلاق حتى هذه اللحظة ما فيش دول عربية أو إسلامية فيه سلطة عربية أو إسلامية فيه سلطة فيه نظام سلطة وليس دولة هناك فرق شاسع بين الدولة والسلطة الغرب عرف مفهوم الدولة وتطور إلى الدولة الوطنية الحديثة الديمقراطية الدول الإسلامية والعربية لم تعرف مفهوم الدولة على الإطلاق حاول الاستعمار الغربي أن يؤسس لدولة وفشله وعادت الشعوب مرة أخرى الأنظمة إلى مفهوم السلطة وليست دولة بعد خروج الاستعمار الغربي طيب أنت بتقول لي أن ما فيش دولة طول التاريخ الإسلامي والتاريخ الإسلامي كان محكوم بإيه التاريخ الإسلامي كان محكوم بتلت حاجات رئيسية الاستبداد الاستبداد تلت أعمدة رئيسية حكمت التاريخ الإسلامي من دولة المدينة حتى الآن حتى سقوط الخلافة 1924 وحتى الآن أول حاجة الاستبداد الاستبداد وده تلاقي أطنان من الكلام عن الاستبداد في الشرق الأوسط والتاريخ الفكر الإسلامي وكده حاكم غشوم خير فتنة تدوم إطاعة الحاكم حتى لو جلد ظهرك وأخذ مالك حتى ولو زنى ولو صرق تطيع الحاكم حتى ولو زنى ولو صرق حتى ولو زنى ولو صرق ده أول حاجة الاستبداد طب المستبد ده الحاكم المستبد اللي انت بتطيعه وتديله باعة والباعة لا تسقط أصلا طب لو جي واحد تاني طيره حاكم تاني طيره في الإسلام بيسموه الإمام المتغلب أي واحد يغلب ويحكم إيه بقى انت ركعله خليه برضو حاكم وتديله باعة كده من قويت شوكته ووجبت طاعته من أعلن الجهاد التف حوله العباد هو كده اللي يتغلب الإمام المتغلب اتبعوه مش انتوا في الأول بتدولوا باعة مدى الحياة وتدولوا مش عارف ايه وفتنة انت حاكم ونغشوم ونخير ونفتنة تدوه آه لكن لو حد يجي وانتصر عليه اتبع الجديد المفهوم الثالث يبقى مفهوم الاستبداد مفهوم الإمام المتغلب المفهوم الثالث هو مفهوم الخلافة الإسلامية اللي بيسموها الخلافة على منهاج النبوة الخلافة على منهاج النبوة طول التاريخ المسلمين في تاريخهم كلهم سقطت الخلافة سنة 1924 سنة 28 قامت المسلمين عشان تعيد الخلافة والكل الطيرات الإسلامية تحلم بعودة الخلافة الإسلامية ده اللي هما ده اللي هما عشان كده لحد اللحظة دي كما قلت نستيسي بيقول أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية يعني احنا مش مع الترفين بالدولة الحديث احنا ما دخلناش الدولة الحديث احنا ما نعرفش الدولة الحديث احنا نعرف السلطة يبقى باللخص تقول ما كانش فيه دولة في تاريخ الإسلام من سنة من أول بداية الإسلام في المدينة وحتى 2021 مفيش دولة إسلامية فيه السلطة وسموها بدا أحيانا ده اللي هو يسموها نظام النظام ولكنه ليس دولة دولة بمعنى مؤسسات تراسخة يتغير الأفراد وطبق الدولة مش موجودة هزي الموضوع حتى الآن تلاقي حتى الآن تلاقي فلان أو المؤسسة فلان تبايع الرئيس المبارك تبايع الرئيس السيسي كله كلام إسلامي تبايع الملك مش عارف سلمان تبايع أمير مش عارفية تبايع ولي العهد مش عارفية حتى الآن هناك من يقول نفسه أنه خدم الحرمين هناك من يقول نفسه أنه أمير المؤمنين في المغرب هناك من يقول أننا الأمير الهاشمي في الأردن يعني كل شرعيته مغدينها من الدين إزاي عرفوا الدولة الحديثة ما عرفوش الدولة الحديثة أساسا هم عرفوا السلطة الممتدة شرعيتها من الدين وبالتالي اللي بيقولوا سقط الدولة ما فيش دولة عشان نسقطوها ما فيش دول مرة الرئيس السيسي قال إحنا عايشين في شيف دولة هو ما فيش دولة أساسا فيش دولة فيه نظام فيه نظام فيه سلطة هما أسقطوا رأس النظام وحفظوا على هيكل النظام كما هو وبالتالي فيه أنظمة وليس الدول الدول مفهوم غربي عريق لم تعرفه الدول العربية والإسلامية بعد موسيقى